لا تخافوا من تحديات الحياة الحياة بدون تحديات حياة يجب أن لا نحياها كما يقول سقرات الحكيم أما إميل زولا فيقول ساعة أو ربما دقيقة قد تكون كافية ليعمل القدر عمله ويحيل الهزائم انتصارات لذا افتدوا الوقت استغلوا كل فرصة واستغلوا كل دقيقة أنتم مسؤولو الغد أنتم بنات المستقبل أصلحوا النظام كافحوا الفساد واجهوا التحديات استلهموا الماضي لبناء المستقبل إنما تعلموا من أخطاء الماضي لألا تقعوا في مستنقعها وتغرقوا لقد حباكم الله العقل والقلب والضمير لا تستهينوا بواحدة منها بل اعملوا العقل بإلهام القلب لا تدعوا الكبرياء يتسلل إلى نفوسكم لأنه يهلكها التواضع فضيلة كبرى تبعدكم عن استغلال الغير والتحكم به الاستبداد احترموا احترموا الآخر حافظوا عليه كما تحافظون على أنفسكم ولا ترضوا له ما لا ترضونه لأنفسكم واليوم يجب أن نشدد بالقول كونوا مواطنين صالحين يسهرون على خير وطنهم ومواطنيهم يا أحباء لا تدينوا لكي لا تدانوا وذلك ارحموا كونوا رحماء كما أن أباكم الذي في السماء هو رحوم كونوا محبين كما أحبكم الرب حتى إنه وضع نفسه من أجلكم وهناك أمر مهم جدا يحدث بين الناس لسبب صغير هو الحقد هو الحسد الحسد مرض أبشع من السرطان الحسد يريد أن يقتل كل إنسان ليبقى وحده العظيم إذن أبعدوا الحقد من قلوبكم أطروا الشيطان من حياتكم لألا يوقعكم في التجارب ماذا تفعلون سابروا على زرع المحبة ادخلوا إلى حقول قلوبكم لا تتوقفوا من أن تزرعوا بذار الرب في قلوبكم لكي تنوى لا لوحدكم بل لكل إنسان يعرفكم أو لا يعرفكم ازرعوا المحبة والفرح وحصادكم يكون خيراً وثيراً كافحوا كافحوا ضد الشر الذي هو في داخلكم وفي خارجكم كافحوا هذا دليل على أن الشيطان في قلوبكم لله حاربوه كافحوا متكلين على الله وهو يساعدكم وهو يعيلكم وهو بجانبكم وما لنا إلا نحن أن نسأل الله هذا العظيم أن يبارككم جميعاً لكي تسيرون في الطريق المستقيم وفي الإيمان المستقيم وفي المحبة المستقيمة نسأله أن يبارك عملكم وأن يجعل ثماره في خير الناس جميعاً أسأل الله أن يبارككم وأن يمنحكم يا أحباء التلاميذ ويا الجميع مستقبلاً مزهراً لتكونوا فخراً بهذا الوطن لبنان الحبيب أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر